أهلا بكم توقع صندوق النقد الدولي أن تحقق الموازنة العامة الأولية لدولة الإمارات فائضا قويا خلال العام الحالي يزيد على 5% من الناتج المحالي الإجمالي بحسب تقرير الرصد المالي وذلك مع استمرار تسجيل الميزانية فوائضة مرتفعة حتى عام 2029 بمتوسط يصل إلى 4% كما توقع التقرير أن تشكل الإرادات العامة أكثر من 31% من الناتج المحالي الإجمالي خلال العام الجاري أما على صايد الإنفاق الحكومي العام فتوقع الصندوق أن تحافظ الدولة على مساويات مستقرة من الإنفاق العام للسنوات الخمس المقبلة وذلك بما يزيد على 26% من الناتج المحالي الإجمالي